التغير المناخي والجفاف الكبير يلقي بضلاله السلبية على قطاع الزراعة وتربيت الحيوانات في العراق التي تعتبر مصادر دخل أساسية بمناطق الأرياف في ظل تراجع كبير بالقطاعين وهجرة كبيرة للسكان هذه المناطق نحو المدن بحثا عن فرص عمل وزارة التخطيط العراقية أكدت أن الآلاف من سكان الأرياف هاجروا إلى المدن بسبب الجفاف وندرة المياه وما نتج عن ذلك من انخفاض الإنتاج الزراعي ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات مشيرة إلى أن الظاهرة تزايدت بشكل كبير خلال هذه الفترة المتحدث باسم الوزارة عبدالزهراء الهنداوي قال في تصريحات صحفية إن فرق الوزارة سجلت اختفاء قرى بأكملها نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وهجرة أهلها نحو المدن بحثا عن فرص عمل تتوفر بشكل أكثر بالمدينة الهنداوي أضاف أن الهجرة من مناطق الريف تسببت في إحداث تغيير ديمغرافي كبير وتلتب عليها نشوء وحدات سكانية عشوائية على أطراف مراكز المدن إلى جانب تفاقم الأزمات الاجتماعية بين الوافدين وسكان المدينة الأصليين وبحسب الهنداوي فإن أزمة الجفاف والهجرة أدت لاختفاء بعض المدن وظهور مهن أخرى لافتا إلى أن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لتخفيف آثار الجفاف تتضمن خططا للتنمية بالريف ضمن خطة مدتها خمس سنوات وتعتبر محافظات ميسان وواسط وذيقار في الجنوب من أكثر محافظات البلاد تضررا من الجفاف تليا محافظة ديالة بالشمال الشرقي التي سجلت هجرات واسعة إلى مراكز المدن خلال الفترة الأخيرة يذكر أن بعثة الأمم المتحدة بالعراق كشفت في تقرير نشرته نهاية العام الماضي أن البلاد من بين الدول الخمس الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على مستوى العالم كما أنها تحتل المرتبة 39 بين الدول الأكثر إجهادا في ملف المياه ترجمة نانسي قنقر